ومن بيروت تنضم إلينا كلودي أبي حنم ورسلة الغد كلودي تفاصيل القرار وهل من رد فعل مبدئي من جانب حاكم مصرف لبنان بالنسبة إلى الملف حاكم مصرف لبنان مدعي عام التمييز في لبنان القادي غسان عويدات اعتبر الملف المفتوح بحق رياض سلامي حاكم المصرف وشقيقه رجا ومعاونته مريان لحويك اعتبره بمثابة إخبار وبدأ من جهته بالتدقيق والبحث في هذا الملف الذي عين له قادي طنوس وقد بدأت التحقيقات في هذا الأمر وبموجب هذه التحقيقات تم ختم المكتب شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامي بالشمع الأحمر ولكن هل هذا يعني إدانة لسلامة؟ هذا يعني تعاونا من قبل القضاء اللبناني كما تقول مصادر مطلعة مع القضاء السويسري الذي يربط بينهما اتفاقات تعاون وهذا الأمر دفع بمدعي عام التمييز إلى ختم المكتب بالشمع الأحمر من دون أن يعني ذلك إدانة لحاكم المصرف وشقيقه ومعاونته ولكن هذه التحقيقات بدأت وسوف تستمر نعلم بأنه إلى جانب هذا الملف المفتوح في سويسرا هناك ملف قضائي أيضا مفتوح في فرنسا بحق حاكم مصرف لبنان وأيضا تمت اتجاه للإدعاء عليه في بريطانيا كل هذه الملفات تتم متابعتها من الناحية القضائية ولكن تجدر الإشارة إلى أن ملف حاكم مصرف لبنان رياض سليمي له أيضا جانب سياسي حيث أن فريق رئاسة الجمهورية والتيار الوطني الحر يحاربه بشكل قوي ويحمله مسؤولية الأزمة المالية التي يشهدها لبنان وتجدر الإشارة أيضا إلى أن ولاية حاكم المصرف سوف تنتهي بعد ولاية رئيس الجمهورية حيث أن فريق العهد يريد أن يأتي بخلف لسلامه قبل مدة انتهاء ولايته لعله يطمح إلى ذلك في إطار هذا الكباش القوي في لبنان الكباش السياسي القوي والذي أيضا له أبعاد اقتصادية ومالية كبيرة تحت وطأة الأزمة غير المسبوقة التي يشهدها لبنان أعمى كلودي أبي حنة مراسلة الغد كنت معنا من بيروت شكرا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر